السلام عليكم اخواني الكرام مرحبا بكم في قناتكم عشاق طيور الحب موضوعنا لهذا اليوم هو طائر الكوكتيل والطريق الصحيح لتربيته والانتاج منه فكما نعلم هناك العديد من المربون خصوصا المربون المبتدئون الذين يعانون مشاكل كثيرة مع هذا الطائر في الانتاج والتفريخ منه بسبب قلة خبرة المربي وعدم معرفة الطريقة الصحيحة للانتاج من هذا الطائر اول الشروط للانتاج من هذا الطائر انه يجب ان يتوفر لديك زوجين يكونان ذكر وانتا فهناك طفارات من طائر الكوكتيل مثل الالبينو واللاتينو من الصعب التعرف على الذكر والانتا لذلك يجب ان تقتني الزوج يكون عند صاحب محل معروف وموطوق او ان تأخذ معك شخص خبير في هذا الطائر ثانيا يجب ان يتوفر لديك زوج في السن المناسبة للتزاوج والانتاج فانات هذا الطائر لا تجهز الا في سن الثمانية اشهر والذكر تجهز في سن اثنتين عشرة شهرا كما انصحك ان كنت ستجرب تربية هذا الطائر لاول مرة انه يجب عليك لا تقتني الطفارات التي تكون غالية التمن لان السبب الذي يجعل هذه الطفارات مثل الالبينو واللاتينو غالية التمن هو لانه يصعب الانتاج منها كما ان خصوبة الذكر في هذه الطفارات تكون قليلة مقارنة مع الطفارات الطبيعية لهذا الطائر لذلك ان كنت مبتدئ انصحك بتربية الطفرة العادية وهو هي طفرة الحباشي والذي يكون اللون الطبيعي لطائر الكوكتيل لان الطفرة الحباشي هو الطفرة الاصلية لهذا الطائر وتكون خصوبة الذكر اكبر مقارنة مع طفرة الالبينو واللاتينو لذلك انصحك بان تبدأ في تربية طفرة الحباشي حتى تنتج منها وتتعلم من بعد يمكنك ان تقتني تلك الطفارات مثل الالبينو لانك سوف تكتسب بعدها خبرة في التعامل مع هذا الطائر كما يجب ان يتوفر لديك قفص المناسب والمكان المناسب الذي سوف تنتج فيه حجم القفص المناسب لهذا الطائر وهو 60 سنتيمتر في العرض و40 سنتيمتر في العمق هذا اقل حجم يمكن ان تستعمله لانتاج هذا الطائر وكلما كان حجم القفص اكبر كان ذلك افضل كما يجب ان تضع القفص في مكان هذي لا يكون عرض للاطفال وتمر منه القطط لان طائر الكوكتيل ان لم يشعر بالامان لديك فلن ينتج عندك حتى ولو كان الزوج جاهز للانتاج لذلك يجب ان تضع القفص في مكان امن ويكون بعيد عن الانظار ومراقبة الاشخاص كما من شروط المطلوبة لتنتج طائر الكوكتيل هو ان يكون لديك القفص في مكان تابت وعدم تحريك القفص من مكان الى اخر والنوع الاكل الذي يجب ان تقدمه وهو الاكل الطاري والبضور كما يمكنك ان تقدم بعض الخلاطات سوف تعود الى فيديو سابق ان شرحت فيه طريقة سنخلطة مناسبة لطائر الكوكتيل للانتاج وفور وضع الانتاج لديك لاول بيضاق يجب عليك التوقف عن مراقبة الطيور فقط تقتصر مهمتك على وضع الطعام وتغيير الماء وتنظيف القفص دون ان تنزله من مكانه يمكنك تنظيف القفص فقط من مكان الذي تقع فيه البقايا من دون ان تنزل القفص من المكان المعلق فيه لان بعض الاينات في طائر الكوكتيل لو حركت القفص فقط بضع سنتيمترات من مكانه تقوم بهجر البيض وبعد مرحلة فقص البيض يجب عليك تقديم الاكل الطاري بشكل يومي ليستطيع الزوج اطعام الفراخ وان كنت ترغب في اطعام فراخ الكوكتيل بنفسك فيجب عليك عدم تقديم الخلاطات الطبيعية او الخلاطات المنزلية لان مناعة فراخ هذا الطائر تكون ضعيفة جدا ولا تنفع معها الخلاطات الطبيعية التي تصنع في المنزل لذلك يجب عليك ان تشتري الخلاطات الجاهزة التي تكون مصنعة في المصانع التي تباع عند بائع الطيور لان جميع الخلاطات التي يتحدثون عنها في اليوتيوب لا تنفع ولن تصلح مع هذا الطائر لان مناعته تكون ضعيفة جدا مقارنة مع طيور اخرى مثل الباجي وطائر الحب وبهذا اخواني نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو فان اعجبكم فلا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة تحياتي لكم